بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مما يجيد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون قبلا من ربهم ورضوانا وإذا حلمكم فصراد ولا يجرمنكم شنان قوم إن صبروكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمن خلقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وإلا ما زكيكم وما زبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلاق ذلك الفسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشرون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضفر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمكم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وازكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم أدورهم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخدي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ذواكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مسكم النساء فلم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقوا به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجب أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا الاتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدعوا العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسوا إليكم أيديهم فكف أجديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوتل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعتنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقلتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقربكم الله قرضا حسنا وأقربكم الله قرضا حسنا لأكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عم ويضعي ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائدة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذناه فقل فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله لما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعطوع كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رذوانهم شبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما نخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهوب والنصاري نحن أبناء الظال وأحباؤك قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نبي فقد جاءكم بشير ونبي والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يموت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوه على أبير في فتاهم قالوا قلبوا قاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يطافون أنعم الله عليهم وما دخلوا عليه من الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا مادا موسيقى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسحين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسحين واتلوا عليهم نباب ليآبا بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدنا ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسف إلي يدك لتقتلني ما أنا بداسق يدي إليك لأقتلك إني أقاف الله رب العالمي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحابي وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعس الله ضرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعددت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من الناديين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس دميعا فكأنما قتل الناس دميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس دميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهم ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأردلهم من خلاف أو فو من الأرض ذلك لهم خزوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب العظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها البدين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليهم وسيلة وجاهدوا في سبيله معلكم تفلعون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النير وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم والسارخ والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعزم من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم كوا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذر سماعون لقضل آخرين لم ياتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوا فاحزروا ومن يرد الله فتمته فلن تبلك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدني خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذر أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصتين وكيف يحكمونك وعندهم التوريت فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوريت فيها هدى ونور يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباليون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هبركا في المل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هؤلاء الظالمون وقفينا على آخرهم بعيس به نريا مصدقا لما بين يديه من التوريت وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريت وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أو أن يصيبهم ببعض جنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم جنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولون منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا بائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمن من يرتب منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكفرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكرون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا من قبلكم والكفير أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبل وأن أكثركم فاسخون قل هل أنبئهم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الطردة والقنازير وعبد الله أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم من الصحط لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم من الصحط لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان مفق فيشاء وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك قضيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوفروا نارا للحرب أطفاء الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولأبخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوريات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكفرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تطيبوا التوريات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك قريانا وكفرا فلا تاس على الحوم الكفرين إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابعون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن لقد أخذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا قل لما جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا مكذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وناواه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله سال الثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أدير أفلا يكوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصر وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون تريع كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العزابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أوزل إليهم اتخذواهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أوزل إلى الرسول تريع عينهم كفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمننا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونقمع أن يدخلنا ربنا مع الحوم الصالحين فأكابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به ممنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتكم الأيمان فكفاركم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسودهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام سلاسة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم موتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا الزلاغ النبيل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيب تناموا أيديكم ورناحكم ليعلم الله من يخافروا بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدد منكم هديا هديا دالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عبد ذلك صياما بيدوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز من زندقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنكم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشون جعل الطام الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والطلاء إذ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأمون الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأمون الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكرون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم أسألها قول من قبلكم ثم أصبحوا بآتيتين ما دعا الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حان ولكن الذين كفروا يفتهم على الله يكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجبنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان دواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابت مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكرم شهادة الله إنا إذا لمن الآزمين فإن عشر على أنهم استحقا إثما فآخران ليطلما نقامنا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لما شهادتنا أحق من شهادتنا ونعتدينا إما إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يكونوا بالشهادة على ودنها أو نخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجنع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الأنوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكمل الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورية والأنجيل وإذ تحلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفك فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكماء والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم أن يستطيع ربك أن يوزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنقل صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني موزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم آه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس ليه حق إن كنت قلت فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غروب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بني أن أعذب الله ربي وربكم وكوت علي شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كوت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه ذلك الفوز العظيم من مال ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير